مشاورات سورية إيرانية بعد يوم من الاعتداء الإسرائيلي على مواقع في ريفي ديمشق وحمص الرئيس بشار الأسد جدد لكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي وقوف بلاده إلى جانب طهران في مواجهة التهديدات مباحثات تناولت المراحل التي قطعتها سوريا في الحرب على الإرهاب ومستجدات المسار السياسي والجولة المقبلة من أستنعه أصغر خاجي أكد أن الوجود الإيراني في سوريا جاء بطلب من حكومتها لمؤازرتها في الحرب على الإرهاب كانت المحادثات بناءة للغاية طبعا كان هناك نقاش مستفيد حول تطوير وتفعيل العلاقات الثنائية وآخر تطورات الساحة السورية وأعرب الجانبان عن بالغ السرور للتطورات الإيجابية ارتياح البلدين عكسته عنوين البحث بين وزير الخارجية السوري وليد المعلم وأصغر خاجي تطابق تام في وجهات النظر والمواقف تجاه المواضيع المطروحة بحسب بيان رسمي سوري مع تهديد سوري بالرد على الاعتداء الإسرائيلي الأخير العلاقات الثنائية علاقات استراتيجية كما تعرفون لكن الأوضاع في المنطقة متفجرة وهي تستحق زيارات مستمرة بين الطرفين فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الإجرامي نرد على إسرائيل من خلال محاربة عملائها وأدواتها في المنطقة لكنني أقول بأن إسرائيل يجب أن لا تفرح إطلاقا لأن سوريا على استعداد دائما لرد الصعصاعين محادثات أصغر خاجي تكمل مسارا طويلا من التعاون الاستراتيجي بين البلدين تم تتويجه مطلع العام بإبرام اتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد فضلا عن اجتماع رؤساء الأركان السوري والإيراني والعراقي لمناقشة مكافحة الإرهاب لا يمر شهر دون أن تتبادل سوريا وإيران وفودا رسمية للتشاور وتعزيز التعاون تشاور يأخذ أهمية مضاعفة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية بحجة استهداف الوجود الإيراني فيها محمد الخضر دمشق الميادين